سيناريوهات وفرضيات مختلفة شهدها التمرين التعبوي المشترك وطن تسعة وثمانون في قطاعات وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لرفع مستوى الجاهزية للقطاعات المشاركة كافة الحمد لله مثل ما شاهدت جميع القطاعات متفوقة في أداءها وفي احترافيتها وهذا مثل ما ذكرت سابقا بدعم مولاي خادم الحرامين وولي أهد الأمين لجميع القطاعات العسكرية بما فيها القطاعات الأمنية شارك في ختام تمرين وطن تسعة وثمانون ثلاثة عشر قطاعا تابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بحضور وزير الداخلية السعودي ونائب أمير المنطقة الشرقية من البروز في هذا التمرين هو المشاركة القطع البحرية لحرص الحدود كان لمشاركتهم الفاعلية الكبيرة في إنجاح هذا التمرين بالإضافة إلى تفاعل وتكاتف جميع القطاعات لإيصال الرسائل لمن تسول له نفسه المساس بها من هذا البلاد ثلاثة أسابيع أنضاها المشاركون في تمرين وطن تسعة وثمانون بفرضيات شهدتها سواحل الخليج العربي وميدان التمرين بالقرية لرفع جاهزية قوات الأمن ومستوى التنسيق بينها بدر الشهري العربية من محافظة بجيغ شرق السعودية